ام قسطل ام قسطل ام قسطل يعني اسم تشبيه للحياة او لقب الحياة او الموت لما اغتبطت بالشنفرة قبله اطوله او اكثر انطبق شدع الحصان فانت بتأس فيك الخيلة ولا فراسة فوضاع معينة انت بركز مع اقعد تصور ما تجد كلمة عندك اخذ شي معين منكم مفروض يكون اللي اغتبط فيه اطول واكثر بمعنى انك الحصان تكون محل تحليل وقت الجد ووقت الاختلاف بحث انك لو فوت حبتين بعض الامرها دا مفوتها اصلا من صعب تهوتها لو فوتها يتخذت حقك منها في جميع الامور طبعا الحق على سنة ام لا تستحقك على حوسة او ايداء او غيرها اصلي حقك التحكم حكم الاتجاه والسرعة وغيرها يخليه حتى لو فرضنا صار عندك عدم دقة او لاخر فضع معين او مكني مركز اسوأ شي سويه يبقى مثالي وزيم مقارنة بخيم دربة خدا لكن لما الحصان اللي سرح عليه يقول لك العكس الحصان يقول لك فان يبتأس فيني الراكب لما اغتبط فيني الراكب اطول واكثر واني مسيت لهين او سلكت له لكن في اغلب الاماكن المهمة فاططلع انا حاسي اذا بيت الشنفرة هذا طبقه على الحياة وعى الموت الراكب الجيد طبقه على الحصان والراكب واني بصر الشيء الحصاني طبقه عليه